السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر وارزون لعبة ستار ووز جداي سورفايفر الجزء الثاني من لعبة جداي the fallen order لعبة ماشي بكل قوة وثبات الآن عشان تكون لعبة من أقوى الألعاب اللي مشوف نزول لإلها في عام 2023 طبعا مع اختراب نزولها إن شاء الله اللي رح يكون في شهر أربعة الآن في معلومات كتير موجودة على الانترنت متعلقة عن هاي اللعبة اللي أنا في هذا الفيديو إن شاء الله رح أرخص لكم إياهم فأجمع كل هدول المعلومات والتفاصيل متعلقة عن هاي اللعبة في هذا الفيديو اللي إن شاء الله إنه رح يحمسكم ويشجعكم إنكم تشتروا هاي اللعبة إن شاء الله وقت النزول أو إنكم حتى تعملوا لها pre-ordering بس قبل ما نبلش هذا الفيديو بدي أطلب منكم لو سمحتوا ما تنسوني في زر اللايك بالإضافة إذا كنت مشاهد جديد لأول مرة بتشوف القناة من المحتوى فأتمنى تضغط على زر الاشتراك أهلا وسهلا فيك خلينا نبلش الفيديو بسم الله المعلوم الأولى وهي متعاقة في القصة اللي رح نشوف أحداث بتكون بعد مرور خمس سنوات عن أحداث الجزء الأول Fallen Order اللي شفنا مبدئيا في نهايتها كال كاستس لما ضحها في فرصة الوحيدة عساس إنه يعيد بناء إمبراطورية الجداي شوف إنه كان في نهايتها وصل لخريطة بترشدوا الأطفال تانيا بامتلكوا مبدئيا قوة جداي بس إذا لم يضحها بهذه الخريطة ومدمرها عساس إنه هدول الأطفال ما بدوا إياهم يعانوا نفس المعاناة اللي هو عاناها هو الآن منطلق في مغامرة من بعد أحداث الجزء الأول في محاولة منه عساس إنه يقضي على هاي الإمبراطورية قبل ما هي تقضي عليه لأنه الإمبراطورية برضو الآن شادة حالها وعم بتحاول إنها تقضي على كال بما إنه هو حنصر الأخير وما تبقى من جماعة الجداي فهو الآن زلم في محاولة منه عساس إنه يحافظ على حاله ويحافظ على أصحابه وبالإضافة إنه يحافظ على إيرز جماعة الجداي نفس الوقت بيحاول إنه يضع حد ونهاية لهاي الإمبراطورية الشريرة ويحاول إنه يقضي عليها من الوجود في زمن رح يكون زمن سوداوي رح نشوف فيها قصة تعتبر سودوية أكثر من القصة اللي كانت موجودة في الجزء الأول المعلومة الثانية متعلقة في الجيم بلاي اللي رح نشوف مبدئياً كل الشغلات اللي منيحة اللي شفناها في الجزء الأول رح تكون لسه أكبر وأحسن في الجزء هذا جزء السورفايفور لأنه شركة ريسبون مبدئياً وعديتنا إنه كل الشغلات اللي كانت موجودة من ناحية الأكشن RPG وعناصر الـ RPG اللي موجودة كانت في لعبة Fallen Order رح تكون فيه سورفايفور مضروبة بعشر مرات من ناحية كل العناصر رح تشوف حتى أساليب قتال رح تكون جداً جميلة من ناحية هدولة الـ Light Saber Stands أو فعلياً استعمالات أسلحة الـ Light Saber هذا السيف الضوئي اللي رح يوعدين أنه يكون فيه خمسة من الفعلياً الـ Stands أو يعني القدرات اللي انت بتقدر تستعمله حكو رح يكون فيه عندك Single Light Saber اللي هو السيف الواحد بالإضافة إلى السيف الـ Dual Wield اللي هي أنك انت تستعمل سيفين بنفس الوقت بالإضافة إلى الـ Double Bladed اللي كانت برضو موجودة في الجزء السابق إنه بيكون عندك السيف بشكله زي الرمح بالإضافة إلى استعمال السيف في وضعية الكروس كارد واستعمال برضو البلاستر البلاستر مبدئياً ما كان فيه أي مشاركة من مقاطع لعب لإله بس ما تبقى من الـ Stands هدولة اللي أنا ذكرتهم كان فيه مشاركات جميلة بتوضح الفرق ما بين كل واحدة من هدول رح تشوف مبدئياً كل واحدة منهم بيكون لها أسلوب القتال اللي بميزها رح تشوف شغلات تكون أسرع من شغلات شغلات رح تكون بطيئة شغلات رح تعطيك Heavy Damage يعني رح تشوف شغلات اللي أنت بالنهاية رح تخليك أنك أنت تحاول تستعمل هاي على حساب هاي مع مختلف المحكي لشخصيات والأعداء اللي أنت رح تواجههم رح تشوف مبدئياً اللعبة رح تسمحها لك أنك أنت يكون إليك قدرتين بنفس الوقت يعني تنتيم من هدولة تقدر أنك أنت تبدل ما بيناتهم بشكل سريع وإذا بدك تغيرهم بعدين بدك تضطر تفوت على الـ Inventory عشان أنك أنت تعمل ما بينهم سواب بشكل أو بآخر بالإضافة أنه حكي أنه رح يكون فيه حتى قدرات جداي جديدة يعني متوسع عن القدرات اللي كانت موجودة في الجزء الماضي كان سابقاً عندك قدرة الجداي أنك أنت بتقدر تدفش أو تسحب إلى أعداء لإلك الآن رح يكون فيه قدرات قادرة أنك أنت ترفعهم بالسماء وتضربهم في الأرض وهذا مبدئياً جزء بسيط من القدرات اللي رح تكون موجودة برضو بالإضافة الآن رح يكون عندك قدرة تبطيء الوقت اللي رح تكون هي مبدئياً على مستوى مساحة أوسع ما رح تكون بتأثر على فرد واحد بينما رح تكون بتأثر على مجموعة من الناس والأعداء اللي رح يكونوا موجودين من حولك المعلومة الثالثة وهي متعلقة في تواجد هب إيريا أو منطقة لإلك رئيسية أنت رح تقدر ترجع لها بشكل متكرر مع مشك في مهام اللعبة الأساسية على الساس رح تلاقي هناك أصحابك وأصدقائك وشخصيات ثانوية رح تكون قادر طبعاً من خلال تفاعلك معهم أنك أنت تمشي القصة الرئيسية أو أنك أنت حتى تأخذ منهم مهام تكون تصنف عليها مهام ثانوية وتقضي لهم بعض المصالح اللي طبعاً أكيد هاي الشغلات موجودة في كل ألعاب الأر بي جي فعلى عاكس لعبة فولن أوردر مبدئياً لعبة سورفايفور رح تتضعنا في كافي أو في بار موجود على كوكب اسمه كوبو رح طبعاً أنت تزوره بشكل متكرر زي ما حكيت عساس أنك أنت تمشي في مشوارك سواء كان على الخصة الرئيسية أو القصة الثانوية اللي رح تقدر أنت تتفاعل تفاعلات اجتماعية مع الشخصيات الرئيسية والشخصيات الثانوية اللي رح تكون موجودة طبعاً في مشك الطبيعي في اللعبة رح مبدئياً المركبة تبعتنا ستينجر مانتس اللي كانت جزء أساسي أو هي تصنف علينا الهب وورد تبعنا في الجزء الماضي مبدئياً الآن الله أعلم هل رح يكون استعمالنا لإلها برضو رح يكون فيها هب وورد ولا رح يكون الهب وورد تبعنا مبدئياً هو خلص هذا البار اللي موجود في كوكب كوبو لسه مبدئياً هاي التفاصيل مش كتير واضحة أنه هل الستينجر مانتس أو المركبة اللي كان إلها دور أساسي في اللعبة الأولى رح تظلها موجودة كمنطقة رئيسية لإنه وإلا خلص هذا البار هو اللي رح يحل محلها ويصير هو مكاننا وقاعدتنا الأساسية بس بشكله بآخر من البروفيوز اللي طلعت له هاي اللعبة مبدئياً هذا البار رح يكون له دور أساسي وجوهري من ناحية أنه المهام الأساسية والمهام الثانوية اللي انت ممكن تعملها وتتفاعل مع الشخصيات المختلفة اللي موجودة فيه وبالحديث طبعاً عن الشخصيات الأساسية والثانوية في هاي اللعبة جيداي سورفايفور مبدئياً رمين الواضح أنك انت ما رح تقاتل لحالك من مقاطع اللعب اللي طلعت على الانترنت بتوضح أنه كان عنده الآن رفقاء اجداد رح يكونوا مبدئياً اشاركوه في مشواره في هاي القصة وخصوصاً شخصية اسمه بودا كونا هذا الشخص رح يكون رفيق لأنه ده في مشوارنا في هاي اللعبة بس لسه مش واضحاً رح يكون تواجده هو فقط من خلال بعض المهام الأساسية أو المهام الثانوية ولا أنه رح يكون فعلاً نقدر نحن نختاره أنه يرافقنا في مشوارنا من ناحية المهام المختلفة بالضاف أنه كان حتى في مقاطع اللعب بتوضح أنه في مشاركة جميلة من شخصية ميرن هاي الشخصية اللي كانت جزءه برضو جميل من الجزء الأول برضو بتشوفها بتساعدنا في قتال من واحد من الستورم تروبرز لسه لحد هلأ برضو المعلومات مش كتير واضحة أنه هل رح يكون هاي الشخصيتين اللي هم تواجد قوي من ناحية أنه أنا بقدر أستعينهم بأي وقت بديها عساس أنه مشاعدوني في مشواري ولا أنه وجودهم فقط هو مرتبط في واحدة من المهام الأساسية أو المهام الثانوية المتعلقة بهدول الشخصيات بس أنه من الواضح أنه رح يكون في تواجد لشخصيات رح تساعدنا في قتالنا ومشوارنا في هاي اللعبة سواء كان ممكن نحكيها على مستوى بعض المهام أو أنه فعليا بنقدر أنه نستعملهم بكل المواقف وكل الأماكن وطبعا بوجود مساعدة حلفاء أكيد المفروض أنه المنطق بيحكي أنه الأعداء يزدادوا صعوبة ويزداد قوة وهذا الحكي رح نشوفوا نفس الإشي في لعبة سورفايفر هل مبدئيا اللعبة وعدينا مطورينها بستوديوهات ريسبون أنه رح يكون في تواجد لعديد من الأعداء اللي إحنا رح نواجههم يعني مبدئيا كانت في مشكلة واضحة صراحة في لعبة فولن أوردر وهو التكرار الممل اللي كان موجود في الأعداء والمخلوقات اللي أنت طبعا بتواجههم في تقدمك في اللعبة في سورفايفر وعدينا أنه رح يكون في تعدد وتنوع واضح لمختلف الأعداء سواء كان على مستوى ستوم تروبرز ولا هدولة الباونتي هنترز أو حتى على مستوى المخلوقات الفضائية هاي اللي انت رح تواجهها على مختلف الكواكب ومختلف المناطق فهم الجماعة حاكين أنه رح تشوف تعدد وتنوع جميل اللي رح يخلي مبدئيا مواجهتك مع كل واحد من هدول مختلفة اللي طبعا بناءا عليه رح تضطر أنك أنت تغير في أساليب القتال اللي انت رح تعتمدها رح تشوف في أساليب ممكنك أنت تستعملها من ناحية سرعة الحركة أساس بعض النحكي الأعداء رح يكون سريعين الحركة في أعداء رح يحتاجوا منك استعمال هجمات رح تكون ضررها أكبر فمشان هيك كل الستانس اللي كانت موجودة واللي جديدة اللي رح يتم إضافة لها اللعبة الآن مع التنوع الجميل اللي موجود للأعداء رح تفعليا تحس حالك أنك أنت رح تضطر تبدل ما بينتهم عشان أنك أنت تكون قادر على مواجهة مختلف الأعداء والوحوش اللي انت رح توجههم والنقطة اللي بعدها اللي لازم تكون تعرفها وأكيد إذا أنت لعبة Fallen Order الآن رح تيجي تحكي أنه أتمنى يكون فيه تعديل على الخريطة وهذا الإشي اللي مبدئين المطورين طمأنون عليه وحكوا أنه نعم رح يكون تصميم الخريطة في لعبة Survivor رح يكون لسه أفضل وأحسن من لعبة Fallen Order اللي كانت تعتبر واحدة من النقاط السلبية فيها وهو تصميم الخريطة تعيز فهم الجماعة حاكيين أنه رح يكون تصميم الخريطة في هاي اللعبة رائع ورح يكون كل الأخطاء اللي هم فعليا وقعوا فيها في الجزء الماضي الآن رح يحاولوا يتفادوها بالإضافة أنهم حكيين أنه حتى تصميم العوالم والمناطق والكواكب اللي أنت طبعا رح تروح تستكشفها في مشوارك الرئيسي أو مشوار المهام الثانوية رح يكون تصميمها مبنية على مناطق أكبر وأوسع وأجمل من المناطق اللي كانت موجودة في لعبة Fallen Order فإذا أنت كنت مبسوط عن العوالم اللي كانت موجودة في لعبة Fallen Order Survivor رح تخليك لسه تكون مبسوط أكثر وأكثر من ناحية تصميم عوالمها اللي رح يكون أكبر وأوسع وأجمل وطبعا بناءا علي هذا الحكي رح يرتد عليك أنك انت رح تقضي وقت أطول وساعات إن شاء الله تكون أجمل وانت بتلعب هاي اللعبة وطبعا تكون مزادة ضخامة العوالم والمناطق اللي رح نستكشفها من المنطق أكيد أنه إحنا كلاعبين سهلوا علينا عملية التنقل اللي الآن في لعبة Survivor رح تكون إضافة جدا جميلة وكانت غائبة عن لعبة Fallen Order وحتى كتير لعبين استغربوا في غيابها وهي نقاط التنقل السريع أو Fast Travel Points اللي فعليا كانت نقطة من النقاط اللي كأغلب اللعبين استغربوا إنه ليش ما كانت موجودة في لعبة Fallen Order فالآن المطورين في لعبة Survivor حكيين أنه رح يكون في عندك نقاط تنقل سريع بتقدر أنك انت تستعملها عشان تتنقل في مواقع العوالم والمناطق المختلفة اللي انت طبعا رح تمشي فيها بس هم حكيين أنه هاي النقاط ما رح تقدر بأي وقت أنك انت تتنقل مبناتهم يعني هي عملية أنك انت بدك تروح لنقطة عساسي أنك انت تستعملها لأنك تنتقل للنقطة اللي بعدها يعني شبيها في ممكن لعبة The Witcher 3 إنك انت بدك تروح لنقطة تنقل سريع عساسي أنك انت من خلالها بتقدر تختار النقاط اللي بدك تروح لها بشكل أو بآخر وهذا الإشي يعتبر إضافة جدا جميلة من المطورين والنقطة اللي بعدها واللي طبعا هي عائدة برضو على كبر العالم وتوسعه احنا مبدئيا من خلال التنقل الطبيعي اللي بنلعب في لعبة Jedi Fallen Order كان الطريق الوحيد اللي بنقدر نتنقل فيها هي عن طريق أنه احنا نركض في شخصية كال ما بين الأماكن المختلفة في لعبة Survivor الآن طبعا رح يصير فيه إضافات لأساليب تنقل جديدة رح يكون كال قادر على أنه يعمل ماونتنج أو يركب مخلوقات فضائية موجودة على مختلف المناطق والكواكب هاي اللي رح يكتشفها سواء أنه ممكن أنه يركب مخلوقات أرضية يقدر يركض فيها على الأرض أو حتى أنه يستعملها عساس تحلق فيه في سماء هاي الكواكب وبرضو بالإضافة رح يكون فيه عنده أسلوب تنقل رح يساعده على أنه يتنقل بشكل جدا جميل شبيها في شخصية سبايدر مان في أسلوب جرابلينغ هوك يعني رح يكون عندك هذا الجرابلينغ اللي أنت بتقدر تستعمله عشان أنك أنت تخفز من منطقة لمنطقة وهذا الإشار رح يخلي التنقل صراحة فيه هاي اللعبة جدا جميل وممتع فإضافة هاي المخلوقات اللي أنت رح تقدر أنك أنت تركبها وتستعملها عشان تنقل السريع بالإضافة إلى هذا الجرابلينغ هوك رح يخلي عملية التنقل إن شاء الله فيه لعبة سورفايفور ممتعة وبالتالي ما رح تقرف حياتك وانت بتتنقل فيه الكواكب المختلفة المعلومة اللي بعدها وهي متعلقة على تحسينات عملوها المطورين على النمط اكتسابك للمهارات والقدرات اللي شخصية كان رح طبعا يكتسبها في مشجق الطبيعي في اللعبة كان فيه انتقاد للاعبة Fallen Order إنه أنت مش وارك الطبيعي في المهام الأساسية لحاله كافي على إنه يخليك تكتسب كل هدول السكيل بوينت اللي بنهاية طبعا رح تقدر أنك أنت تصرفهم عساس تطور قدراته لكال يعني فعليا ما كان فيه محفز لللاعبين إنهم يستكشفوا العالم عساس إنه يقدروا ياخدوا سكيل بوينت تانية طبعا يقدروا من خلالها يعملوا أنلوكينج لكل المهارات والقدرات المختلفة لكال ففي لعبة Survivor هم يحاكين فمبدئيا في مشك في مهمة اللعبة الرئيسية اكتسابك للمهارات ما رح يكون كافي مبدئيا عشان أنك أنت تحصل على كل مهاراته وقدراته لكال فمشان هيك أنت كلاعب رح تضطر أنك أنت تدور على مهام سانوية وتدور على نقاط استكشاف في الكواكب والمناطق المختلفة اللي بالنهاية رح يرتدوا عليك يعطوك اكس بي وبالتالي رح يزيد عندك السكيل بوينت وتقدر طبعا تصرفها على اساس أنك أنت تحصل على قدراته ومهاراته المختلفة لكال فمشان هيك رح يكون فعليا في حافز لإلك أنك أنت تمشي وتتشعب وتحاول أنك أنت تتوسع في استكشاف هاي الكواكب والمناطق اللي من الواضح أن المطورين حدوا فعليا مجهود قوي في أنه يجعلوها مناطق كبيرة ومناطق إنها تكون ممتعة وإنت تستكشفها المعلومة العاشرة متعلقة في الكولكتابلز والكستمايزيشن اللي موجودة في هاي اللعبة اللي برضو كان فيه انتقاد للعبة فولن أوردر من ناحية أنه كانت الكولكتابلز وطريقة الكستمايزيشن اللي موجود فيها جدا بسيط وحتى المطورين فعليا اعترفوا أنه الكولكتابلز اللي كانت موجودة في لعبة فولن أوردر هي اجت فعليا في إضافة متأخرة من بعد ما خلصوا اللعبة وصارت فعليا جاهزة هتنزل اكتشفوا انهم نسوا انهم يضيفوا عنصر الكوليكتابلز اللي موجود يعني فعليا في اغلب العاب الار بي جي فهم مبدئيا اضافوه كاضافة سريعة بشكل شلفقة عساس انه يكون موجود في سبيل انه موجود بدون ما يكون فعليا في اي تميز واضح وصريح ما بين هدول الشغلات فالجماعة في هذا الجزء حكيين انه الكوليكتابلز رح تكون هالمرة مدروسة احسن ومحطوطة بشكل افضل يعني فعليا رح يكون في بعض الكوليكتابلز اللي رح تخلي هذا العالم يكون غني رح تضيف عناصر على القصة رح تضيف شغلات انت بالنهاية كلاعب رح انك انت فعلا انك انت تنبسط وانت بتلاقيها من ناحية برضو الكستمايزيشن اللي رح يكون موجود رح يكون في شغلات فعلا تغير شخصية كال بشكل كامل على مستوى طريقة اللبس تبعه حتى على مستوى منظره العام على مستوى وجهه بشكل او باخر فهذا الاشي اللي الجماعة المطورين وعدين ان الكوليكتابلز في هاي اللعبة رح تكون فعليا كوليكتابلز رح تنبسط وانت تدور وتبحث عليها وطبعا قبل ما انهي هدول المعلومات في معلومة خفيفة بس بدي احكيها وهي مبدئيا انه لعبة ستار ووز جداي سورفايفر رح تنزل فقط على الاجهزة الحديثة من الكونسولز يعني رح يكون نزولها فقط على الاكس بوك سيرس اكس ويز بالاضافة البلاي ستيشن 5 واكيد رح يكون نزولها على الكمبيوتر بس مبدئيا بدك تكون جاهز لحجمها من ناحية التنزيل لانه في طلعة الان معلومات على انترنت بتحكي انه حجمها رح يكون 155 جيجا على الكمبيوتر وهذا الحكي رح يكون اتوقع انه نفس الاشي على الكونسولز يعني هاي رح تكون تعتبر من اضخم الالعاب من ناحية الحجم لما تاخذ مساحتها على الهارد ديسك فبدك تضطر انك انت تمسح لك كم اللعبة اساس انه هاي اللعبة يكون الها المساحة الكافية انك انت تقدر تنزلها اذا انت حبيت انك انت تشتريها طبعا موعد نزول هاي اللعبة رح يكون يوم 28 4 ان شاء الله على خير وسلامه فهدولهم المعلومات اللي بتمنى ان شاء الله انه في نهاية هذا الفيديو تضغطوا زر اللايك هاي الطريقة الوحيدة اللي تساعدوني فيها انه هذا الفيديو وصل لمزيد مشاهدين واذا انت كنت مشاهد جديد لأول مرة بتشوف القناة والمحتوى تمنى تضغط على زر الاشتراك اهلا وسهلا فيك شوفكم ان شاء الله بفيديو محتوى اخر بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم